تلقى لاثيمة في ثلاث اللقاءات له 84 هدف وعليه 23 ورصيده من النقاط 75 نقطة لقاء الدور الاول على ملعب نادي الزمالك بميتعوبة انتهى بفوز الندلالي بهدفين مقابل لشيء احرز هدفي الندلالي اللعب طه محمود واللعب محمد مغربي على مقاعد ابو دلاء الندلالي النهاردة محمد اشرف عمر علي معاز انور حسام يسين طه محمود يوسف الشوى ومحمد سلامة بينما على مقاعد ابو دلاء نادي الزمالك محمد جميل يوسف عمر محمد السيد احمد كمال احمد عبد الرحيم محمد محمود السعيد وعبد الرحمن حمادة زي ما قلت لحضراتكم النادي الآلي هو البطل هذا الموسم للعام الثاني على التوالي ارقام واحصائيات قبل هذا اللقاء اقولها لحضراتكم هذا الجيل جيل الـ 2001 في النادي الآلي لعب امام النادي الزمالك سبع لقاءات بالتمام والكمال ما شاء الله فاز في السبع لقاءات واكبر نتيجة كانت فوز النادي الآلي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ سبع لقاءات وهذا هو اللقاء الثامن هنا على ملعب النادي الآلي العلامة الكاملة للنادي الآلي وللعب النادي الآلي فاعرف فرصة هنستعرض ونقول لكل الحكايات كل الروايات كل الاحصائيات صافرة صبري ابراهيم حاكم اللقاء هتعلن عن بداية احداث قمة الناشئين على الورق تبقى قمة وضع الفريقين الاول والثامن هناك كلام اخر بدأت صافرة احداث اللقاء على ايدنا اليمين نادي الزمالك على ايدنا الشمال النادي الاهلي حط اينا على بعض العناصر الفعالة في النادي الآلي ومفاتيح لعب النادي الآلي لعب محمد اشرف الزهير الايسر اللي عليه الكادر على الصورة ايضا الفراري شادي رضوان في الجناح الهجومي الايسر للنادي الآلي حمد ياسر وحمادة الفيل ومنتصف ملعب النادي الآلي احمد نبيل لكوكا وعربي بدر احمد عيد رايح بكل هدو احمد عيد هنشوف رمية التماس لنادي الزمالك لعب احمد عيد على راحته بدري اوي احمد عيد ورمية التماس بدون ادنى استعجال زي ما قلت لحضراتكم لقاء الدور الاول انتهى بفوز النادي الآلي بدفين مقابل لاشيء تلعبت الطويلة الطولة الامامية محمد طارق يعلى والعب احمد السيد عبد النبي لعب موليد الفين واثنين اداله الثقة هذا الموسم احمد سراج ادي احمد سراج عنده رقم قياسي احمد سراج في مواجهاته مع نادي الزمالك فاعرب فرصة هقول لحضراتكم وهقول لحضراتكم بعض الارقام القياسية اللي بيحققها لعب النادي الآلي حمد اشرف يلعب تمرير لشادي الفراري يرجع ويسلم لحمد الفيل اللي يلعبها في اتجاه محمد اشرف لكن يرد مرة تانية محمد طاري هنشوف الادوار اللي ياخدها شادي هياخدها حمد الفيل شادي رضوان العائد من الاصابة احمد نبيل كوكا ليه احمد سيد عبد النبي يلعبها لكن مطوع عند اللعب ياسين يرجع ياسين ويسلم لحسام عبد المجيد ليسين مرة تانية يضغط الندلة ليه ولد يحمد نبيل يا كوكا لكن تطول لخارج الملعب رمية التماز في المنطقة الفنية دايما هتلاقي احمد سراج واقف تعليمات مستمرة للعب الندلالي قاعد يتابع لقاء النهاردة كابتن فتح مبروك رئيس قطاع النشئين بالندلالي كابتن اكرامي و افراب منظومة قطاع النشئين بالندلالي كوكا عاربي بد او بريف هارت الندلالي تفص الملعب مطوع يرجع مرة تانية اياد عربي عينينا على عربي العقل والمفكر والمدبر الخليفة الشرعي والوريث الشرعي لحسام غالي وعشور في منتصف ملعب الندلالي الفراري الفراري العرضية عدت مرة تفاتت خارج الملعب راكلة ركنية للندلالي الركنية للندلالي من الجانب الايسر رايح صاحب القميص رقم تمانية لاب احمد سيد عبد النبي هذا القميص طبعا قميص النجم المحبب لقلوب الجميل العلوي النجم الكبير محمد بركات ايه لعب احمد سيد عبد النبي التعليمات من احمد سراج استخلال طول القامل هاني عمر واحد من الهدفين هاني عمر ومحمد ياسر تلعبت اتعالية العرضية الرأسية جول 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 هدف اول للنادلالي عملوها 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 اشهل جمال اشهل بداية احلى واجمل بداية لحكاية اليوم هدف اول للنادي الاهلي محمد ياسر القادم للنادي الاهلي من نادي شيربين الرهان اللي بيراهن عليه احمد سراج يا ولد يا ولد يا ياسر قادل ارتقاء اصطدمت بظهر محمد ياسر اذا البداية في الدقيقة الرابعة من احداث عمر شوت اللقاء الاول تكون به الرداء الاحمر يسود الرداء الاحمر في هذا اللقاء في اول اربعة دقائق هدف نرجع وتفتكر اول اربعة دقائق هترجع للستوديو التحليلي هتلاقي أحمد بلال قاعد وإعلاع بنادي الزمالك نتمنى له كل السلامة هدف الدقيقة الرابعة الجيل ده هيرجع ويفتكر لقاء الأهلي والزمالك اللقاء الشهير 6-1 وأول أربع دقائق كان هدف بتوقيع الردش حاتة طبعا معانا في الستوديو التحليلي النجم الكبير كابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي وكان أحد أفراد هذه الملحمة الكبيرة واللقاء الكبير للنادي الأهلي في نفس التوقيت في الديئة الرابعة لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الأول للنادي الأهلي بتوقيع اللاعب محمد ياسر أجمل بداية للنادي الأهلي وأجمل توقيع من اللاعب محمد ياسر وادي أحمد سراج اللي بقول لحضراتكم عنده رقم قياسي أمام نادي الزمالك أحمد سراج المدير الفني للنادي الأهلي لعب سبع لقاءات أمام نادي الزمالك فاز في ست لقاءات وتعادل في لقاء وحيد هو واحد من أكثر المدربين في تاريخ قطاع الناشئين للنادي الآلي حقق الفوز على نادي الزمالك أكبر فوز حققه أحمد سراج على نادي الزمالك كان بيتولى القيادة لفريق 2000 وفاز على نادي الزمالك أربعة لشيء آدي الكابتن فتح مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الآلي رئيس منظومة قطاع الناشئين هدف أول للنادي الآلي الأهل في المقدمة بهدفه عن طريق اللعب محمد ياسر القادم للنادي الآله هذا الموسم من نادي شربين اتلعبتها طويلة عند اللعب رضا عبد الرازق رضا واحد من اللعيبة المميزة في نادي الزمالك عايز لمه يعدي لكن مضوط عليها احمد نبيل لكوكا يرجع ويسلم ليوسف عتمان يرجع ويسلم لحمد سيد عبد النبي عبد النبي لبريفارد عرب بدر العقل المفكر والمدبر لاعب التيمبو في منتصف ملعب النادي الآله يوسف عتمان واحد من اللعيبة اللي تقدر طول بلغة الكرة كرته حلوة تمرير على الارض البسيطة السهلة احمد نبيل كوكا يرجع لعتمان عتمان بعرض الملعب لهاني عمر حاول يعمل النادي الآله الروتيشن التدوير احمد سيد عبد النبي يلعب عند عمر صافرة صبر ابراهيم حاكم اللقاء ركل حرة لنادي الزمالك صبر ابراهيم رجع الكرة تتلعب من مكانها واحد من الحكام الأكفاء والمميزين كابتن صبر ابراهيم ومعاه اتنين مساعدين على اعلى مستوى النهاردة عسام السيد ومحمد فاروق دايما بناشد ودايما بندي الثقة للتحكيم المصر دايما ندعم ونساند التحكيم المصر قطعات الناشئين دايما بقول بيدير اللقاءات حكام على اعلى مستوى حسام أشرف واحد من افضل اللعبين في نادي الزمالك حسام واحد من المهاجمين ايضا اللي هيكل يوم مستقبل مع منتخب مصر للناشئين على نادي الزمالك خارج الملعب معبية احمد نبيل الكوكة قميص رقم التلاتاشر مساعدة العلى حسام عشور دي رمية التماس لنادي الزمالك احمد عيد يلعب ويعلق ترد تعدي تمر تفوت وعدي التشتيت لسه في الملعب لخارج الملعب معبية رمية التماس لصالح النادي الاهلي ضربة البداية اخدها النادي الآلي واحرز هدف عن طريق لاب محمد ياسر يدي الثقة للعب النادي الآلي اكبر فوز حققوا النادي الآلي هذا الموسم كان على فريق امبي بسبع اهداف مقابل لشيء سبع اهداف للنادي الآلي في شباك فريق امبي يلعب رمية التماس نادي الزمالك احمد عيد واحد من مفاتيح اللعب القوية لنادي الزمالك اللعب احمد عيد يلعب احمد عيد يلعب زي راكلة الركنية عدت الاستلامة من حسام وهذه التصويبة تصويبة لخارج الملعب ولكن راكلة الركنية راكلة الركنية لنادي الزمالك من الجانب الايسر شوف مين اللي رايح رايح حسام قادي عاصم سليم واحد ايضا من الحراس اللي بينتظرهم مستقبل مع النادلالي عاصم مسليم واحد من الحراس المميزين في قطاع النشئين بالنادلالي تلعب الرقل الرقلية تلعبت وتعليت يطلع عاصم لسه بقول لحضراتكم امتداد لحراس مرمى كتير مميزين اهدي تدخل من حسام عبد المجيد وادي حاكم اللقاء بيتكلم مع اللعب حسام عبد المجيد تدخل في الكورة الاخيرة كورة اللي فاتت مع اللعب والحارس عاصم بنلعب في تسع دقائق تسع دقائق من احداث ثامرش وتقلقاء الاول الاهلي في المقدمة من طريق اللعب محمد ياسر هيلعب عاصم سليم اهدي التدخل ودي المشهد ودي الكورة من اللعب حسام عبد المجيد عاصم سليم يلعب الطويلة طولة الامامية حمد ياسر يطلع حسام بكل قوة حسام يسند عنده حسام عاشرف تلعبت من اللعب محمد حسام راجع محمد أشرف عينينا على الولد محمد أشرف يكون الظهير ايصر للنادلالي والمنتخب المصري في القادم من السنوات خارج الملعب رميد التماس رميد التماس عن طريق أحمد عيد بلعبها زي الراكلة الروكنية اللعب أحمد عيد الظهير الايمن لمنتخب مصر للنشئين موليد 2001 حسام يلعبه حسام يرده مرة تانية محمد أشرف حماد الفيل واحد من اللعبين اللي دوره مهم جدا ليه؟ المدير الفني هذا اللعب الذي لا يراه الجمهور عمر ريز عمر قادم للنادلالي من طنطة عمر هيلمة هيعدي المهارة عمر ريز يرجع مرة تانية يسلم لحمد سيد عبد النبي يرجع لعربي عربي يلعبها طويلة ويعلق في المرمى عند الحارس السيد محمد يمسي الكورتو السيد يلعبها طويلة طول الأمامية مرة تانية يوسف عثمان في نص الملعب يبدأ يتحرر نادي الزمالك يتخلى عن الحزر الدفاعي من بداية اللقاء بعد هدف البداية اللي احراضه لعب النادلالي يرجع مرة تانية احمد عيد يسلم للحارس السيد محمد احمد صراك سمعينه بيناده يطالب لعب النادلالي بالضغط الضغط العالي الضغط المرتفع واحد من افضل الفرق هذا الموسم على مستوى بطولات النشئين فريق 2001 في النادلالي عدت مرة فاتت يطلع الحارس يا ولد السيد يرجع مرة تانية حمد الفيل هنشوف اهداف كتير في هذا اللقاء عرد تانية يا ربا عايزي عد مرة لكن محمد اشرف السلامة التغطية الجميلة من الولد محمد اشرف اهد التعليمات احمد جمال في المنطقة الفنية واحمد عبدالرقوف ايضا احمد صراجة في المنطقة الفنية للنادلالي اهد احمد نبيل كوكا ملامح اللعب احمد نبيل كوكا السرامة والجدية على وجوه لعب النادلالي ايه لعب احمد عيد الجبهة اللي مفتاح اللعب الهام لنادي الزمالك الجبهة اليوم تلعب الطويلة لو طبت لو عدت اضغط ياسر ياسر لو ضغط ياسر يرجع للحارس السيد محمد يرجع مرة تانية اللعب حمد طارق مراد يلعب طويلة طولة الامامية عدت من حسام اشرف ولكن هندبول لمست يد صافرت حكم اللقاء صبري ابراهيم واحتساب ركلة حرة لصالح النادلالي يلعب يوسف عتمان عاصم مسليم وركلة حرة لصالح النادلالي تعليمات من الكابتن احمد سراج قائد كتيبة النادلالي واحد من افضل المدربين في قطاع النشئين بالنادلالي وكرة القدم المصرية الكابتن احمد سراج حمد الفيل ركلة حرة للنادلالي شف عربي يسترجع ذكريات الماضي الجميل لعربي بدر والمحمد اشرف تقيد عربي حمد اشرف السابع لمحمد اشرف التعليمات والتوجيهات من احمد سراج من بداية اللقاء هيلعب محمد اشرف الركلة الحرة للنادلالي وسلاح استغلال الركلات الثابتة محمد اشرف يلعب ويعلق عدت مرت لكن التشتيت من لعب الزمالك يقلش مرة تانية تعدل الفيل يا ولد يا ولد اخطر كورة بعد الهدف ودي التاني مش ممكن يطلق حارس نادي الزمالك يلم محمد اشرف ركل الجزاء قال ايه قال ايه ركل الجزاء ركل الجزاء وفرمان من صبر ابراهيم ركلة الجزاء للنادلالي اشارة من اسامة السيد المساعد الاول في هذا اللقاء خد الاشارة وخد القرار اسامة السيد ركلة الجزاء للنادلالي ركلة الجزاء في توقيت اكثر من رائع ركلة الجزاء الفيل ولا مين ولا محمد اشرف هنشوف ركلة الجزاء للنادلالي اسامة السيد خد القرار فاش ادنى اعتراض هنشوفه مرة تانية عمر رزق يصوب يسد ادي محمد ده ياسر ياسر لم ركل الجزاء يا جماعة ركل الجزاء بدون اي كلام فاش اي كلام ادي الصورة ادي ده ادي ضرب الجزاء ومعاها محضر ادي ركل الجزاء مع سبق الاصرار والترصد محمد اشرف ادي المشهد ادي الصورة ادي شايفين مخرج اللقاء استاذة محمد بيومي وادي جابهلنا بكل الاوضاع ومن كل الاتجاهات وضحيت وادي خد القرار صبر ابراهيم محمد اشرف ركلة الجزاء للنادلالي يلا اشرف محمد اشرف وركلة الجزاء والسيد محمد موجهة ثنائية محمد اشرف لعب النادلالي والسيد محمد وركلة الجزاء هيلعب محمد اشرف 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 جول 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 الهدف الثاني عملوها تاني والهدف الثاني للنادلالي القمة تزداد احمرارا القمة تكتسب اللون الاحمر هدف تاني عن طريق محمد اشرف احمد سراج هيقول للعب النادلالي نرجع ونعيد ونقول تاني نرجع وندور على هدف الثالث اتنين لشيء للنادلالي في واحدة من اجمل اللقاءات واجمل البدايات شوف الملامح شوف ملامح نسر النادلالي على وجه الله محمد اشرف قلت لحضراتكم انتظروا هذا الولد الزهير الايسر القادم للنادلالي هتشوف فيه امتداد كبير امتداد كبير لنجوم كبيرة مرت وعدت وفاتت على الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء اتنين للنادلالي في اجمل بداية واجمل حكاية لحكاية هذا اللقاء الاهلي والزمالك ضغط مرة تانية ضغط رهيب من النادلالي اتنين لشيء هل يعيد هل يعيد النادلالي ذكريات اللقاء الستة واحد اكبر فوز للنادلالي في قطعات النشئين على نادي الزمالك كان حققوا الموجود معنا في ملعب الاشبال النجم الكبير الكابتن فتح نصير لما فاز على الزمالك سبعة واحد لما كان بيتولى القيادة الفنية لفريق النادلالي موليد تسعتاشر سنة كابتن فتح نصير قيمة القبرة والقامة القبرة اكبر فوز في تاريخ اللقاءات النشئين ما بين الاهلي والزمالك سبعة واحد وكان حققوا الكابتن فتح نصير ايضا الكابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع النشئين في النادلالي هو لاعب في قطاع النشئين بالنادي الآلي كان حقق الفوز على نادي الزمالك بستة أداف مقابل لشيء في اللقاء اللي أقيم بين الفريقين على ملعب نادي البلاستيك ترجع مرة تانية لعاصم سليم مسيرة مسيرة طويلة لانتصارات القلعة الحمراء في مختلف بطولات قطاع الناشئين وهو فريق الالفين وواحد من جديد يعيد الكبرياء للقلعة الحمراء بهدفين في أقل من خمستاشر ديئة يلعب مرة تانية النادي الآلي عارب بدر ركل حرة على النادي الآلي اتنين اللشيء للنادي الآلي هاي يلعب حسام عبد المجيد حسام ركل حرة لنادي الزمالك يلعب هو يعلق الطويلة الطولية الأمامية عدت مرت فاتت عتمان يشتت محمد أشرف يا ولد يا أشرف أشرف محمد ياسر النهاردة محمد ياسر لحد دلوقتي سحب البصاط من الجميع أكأنه من كوكب آخر أحرز هدف وصنع وعمل ركل الجزاء أحمد نبيل كوكا أجمل بداية للعاب النادي الآلي ألمس محمد أشرف أحمد عيد مفتاح للاعب هام لنادي الزمالك ركل حرة على النادي الآلي شارة من المساعد الثاني محمد فاروق المساعد الثاني نازل الجهاز الطبي لنادي الزمالك دكتور خالد عبد الرسول قبل هذا اللقاء فاز في ست لقاءات وتعادل في لقاء وحيد أكثر مدربين قطاع النشئين في النادي الآلي حقق الفوزة على نادي الزمالك أحمد سراج يرجع مرة تانية أكبر فوزة مولتو حضراتكم أربعة لشيء عاصم يمسك كورتو عاصم سليم يمسك كورتو هياخد منها الراكلة الحرة نلعب في 18 دي من أحداث عمر شوط اللقاء الأول الأهل يتقدم على نادي الزمالك بهدفين مقابل لشيء هدفي محمد ياسر واللعب محمد أشرف في أجمل بداية لأبناء النادي الآلي أبناء أحمد سراج يلعب مرة تانية أحمد نبيل كوكا بكل عقل بكل هدوء عارب بدر محمد أشرف العقل في الجبل يسر الفراري لسه ما شفناش الفراري الفراري أهو مع اللعب حمد الفيل الفراري ولكن اللي خارج الملعب لسه جماعة شاد ردوان راجع من الإصابة يعني نتمناله كل السلامة لعب شاد ردوان أحد أهم اللعبين في قطاع النشئين بالندلال محمد أشرف مرة تانية ياسين حسام أشرف يلم كورتو ولكن اللي خارج الملعب راية من محمد فاروق المساعد الثاني في هذا اللقاء هيلعب محمد أشرف يرد مرة تانية دفع من اللعب محمد ياسر وركل حر على الندلالي لصالح اللعب محمد طارق مراد هيلعب طارق تعليمات والتوجيهات من الجاز الفني لنادي الزمالك حاول يرجع تدريجيا نادي الزمالك للقاء قمة المصغرة قبل قمة القبار القمة 117 حسام أشرف واحد من اللعيبة المميزة بقول لحضراتكم عليه اللعب حسام أشرف مهاجم نادي الزمالك من اللعيبة أيضا اللي تم تصعيدها مؤخرا للفريل الأول حمد الفيل الفيل يلعب العربي لحمادة سنائي سنائي متفاهم اللعب الفيل مع عربي بدر أحمد سيد عبد النبي عبد النبي موليد 2002 يا جماعة يرجع مرة تانية يقطع حسام عايزي عدي حاتم مر يرجع مرة تانية ويسلم عبد النبي يضغط يرجع للعب حاتم عبد الرحمن السلامة لمحمد حسام الدين تشار من نبي الزمالك لكن حزاري من الكرات المرتدة السريعة للنادي الآلي هيلعب رمية التماس نادي الزمالك أحمد عيد عيد يلعب يسلم برة تانية اللعب محمد رضا عدى يلعب العرضية لكن خارج الملعب عبدية ركلة المرمى للنادي الآلي بكل هدوء بكل عقل اللعب عاصم سليم هيلعب ركلة المرمى للنادي الآلي تنين اللاشئ عاصم سليم أحد حراس منتخب مصر للناشئين تنين حراس من النادي الآلي عاصم سليم وحمزة على الفراري الفراري عد انطلق مرة فات لكن ما مشيتش لسه الكرة محتاجة تطوع الفراري حمد الفيل الوضع التشريحي للتصويب غير مصبوط ودي جاي من التسلل الفراري شاد رضوان واحتساب ركلة حرة على النادي الآلي هيلعب الحارس السيد محمد تعلمات من الكابتن أحمد سراج واقف أيضا أحمد عبد الروف المدرب العام لنادي الزمالك تلعبت طويلة طولة العمامية أشرف ومحمد رضا أشرف يدت مرة تانية محمد أشرف ركل حرة لصالح النادي الآلي هذه محمد أشرف هيلعب عاصم سليم عاصم سليم وركلة حرة لصالح النادي الآلي تلعبت طويلة حمد ياسر لكن يرد أحمد عيد أحمد نبيل يا ولد بالعقل يسند لحمد الفيل ياخد منها ركلة حرة النادي الآلي ركلة حرة وعدي التعليمات والتوجهات محمد أشرف إلعابة عرضية استضمت يرجع مرة تانية عربي بدر عربي عايز يعد عايز يمر عايز يفوت لكن ما طوع محمد أشرف تلعبت طويلة هاني عمر هيأمن هاني هاني احتسب هاند بول لمسة يد على النادي الآلي تلعبت سريع يرجعها حكم اللقاء تلعب من مكانها أدي انذار انذار للعب نادي الزمالي اللعب أسامة أسامة فيصل رقم 18 هادي انذار أول انذار في أحداث اللقاء من نصيب اللعب أسامة فيصل هيلعب حسامة عبد المجيد ودي عاصم سليم بيوقف الحائط البشري للعب النادي الآلي هيلعب حسامة عبد المجيد حسامة يلعب ويعلق يعلقها حسام ودي ولد ولد على التمركز من الناب أحمد سيد عبد النبي الظهير الأيمن للنادي الآلي هيلعب رامي التماس اللعب حاتم يلعبها لكن يرد مرة تانية النادي الآلي وهذه تصويبة لخارج الملعب معبدية لركلة المرمى للنادي الآلي بدون أدنى خطورة على مرمى الحارس عاصم مسليم هيلعب عاصم واتنين ناشيء للنادي الآلي في أجمل بداية وأفضل بداية لشوط اللقاء الأول هادي ركل حرة مرة تانية حاكم اللقاء صبري إبراهيم تسب ركل حرة لصالح النادي الآلي بنلعب فاربعة وعشرين دية من أحداث عمر شوط اللقاء الأول والآلي يتقدم على الزمالك بدافين مقابل لشيء لعبة طويلة سهل عند الحارس السيد محمد يمسك كورتو مرة تانية حسام أشرف وادي انذار للعب محمد ياسر لعب النادي الآلي انذار انذار للعب محمد ياسر ودي حاكم اللقاء صبر إبراهيم بينادي على عرب بدر لاعب النادي الآلي تحذير من الكابتن صبر لعرب بدر بعدم الحديث إطلاقا مع حاكم اللقاء هيلعب السيد محمد سيد لعبة طويلة محمد أشرف مأمن خد منها الركلة الحرة رمية التماز النادي الآلي توجد الجمهيري من جانب بعض أولياء الأمور في لعبي الفرقين أحمد نبيل كوكا واحد من أفضل اللعبين ولد محمد أشرف عايزون لحضراتكم أكثر اللعبين مشاركة هذا الموسم في النادي الآلي شارك في 2764 دقيقة محمد أشرف صاحب الهدف الثاني للنادي الآلي اللعب محمد أشرف اللي بقول لحضراتكم عليه أكثر اللعبين مشاركة هذا الموسم طبقا للإحصائيات لعب 2764 دقيقة يليء اللعب هاني عمر 2550 دقيقة محمد مغربي 2427 دقيقة أحمد سيدة عبد النبي 2394 دقيقة وحماد الفيل 2216 دقيقة هدف فريق النادي الآلي اللعب عبد الوهاب علي أحرز 17 هدف آدي محمد أشرف اللي بقول لحضراتكم عليه أكثر اللعبين مشاركة هذا الموسم في النادي الآلي فريق النادي الآلي موليد 2001 واحد من اللعبين اللي قريبا قريبا هنشوفه في الفريق الأول للنادي الآلي يبدأ مرة تانية حسام عند اللعب أسامة فيصل أسامة يطلع أحمد عيد في الجانب الأيمن لكن يرد مرة تانية أحمد سيد عبد اللعب محمد أشرف حمد أشرف عامل جابها يصر للنادي الآلي قافل على مفتاح لعب نادي الآلي اللعب أحمد عيد يلعب مرة تانية حسامة أشرف يسند عربي يضغط يضغط هاني عمر حسام حسام أشرف اللي بقول لحضراتكم عليه أفضل لعبي نادي الآلي يتقطعت المرتدة السريعة أحمد سيد عبد النبي مشي يا راجل الفيل مشي الفيل عربي عربي العبا لكن يصبط عربي حبي العبا لعمر رز يضغط مرة تانية النادي الآلي يطلع من التسلل عمر يرجع أحمد نبيل كوكا كوكا خارج الملعب رمية التماس راية أسامة السيد احتساب راك لاحرة لصالح احتساب رمية التماس اللي نادي الزمالي يبدأ مرة تانية اللعب حاتم أسامة فصل أسامة عايزي عدي عايزي مر الضغط عليه يرجع مرة تانية أسامة أحمد نبيل لخارج الملعب هنشوف خارج الملعب رامية التماس اللي نادي الزمالك يلعب رامية التماس عند اللعب أسامة فيصل خارج الملعب راكلة ركنية لنادي الزمالك راكلة ركنية لنادي الزمالك رايح محمد رضا يلعب ويعلى ضربة الرأس يسيبها أحمد سيد عبد النبي لخارج الملعب راكلة المرمى للنادي هيلعب هيلعب عاصم سليم واتنين اللاشيء للنادي الزمالك هدفين للنادي الزمالك عن طريق محمد ياسر واللعب محمد أشرف اتلعب طويلة طولية العمامية عادي الدفعة في ضار محمد ياسر لكن أشار باستناف اللعب ياسر إبراهيم حاكم اللقاء يرد مرة تانية اللعب حاتم احتسب حاكم اللقائرك لحرة لصالح النادي الآلي عارب بدر عارب يبدأ ويسلم لأحمد نبيل كوكا حمد أشرف في الجانب لايسر أشرف عايز يصوب أشرف يلعب مرة تانية يا ولدي أشرف يشيلها للفراري لكن مطوعة تقلش حمادة أحمد سيد عبد النبي عبد النبي ضم عدة يصوب يسدد لكن بالقدم اليسرى لخارج الملعب راكلة المرمى لصالح نادي الزمالك دي لعب في تسعة وعشرين ديها الأهل اتنين نادي الزمالك لا شيء الأسبوع الرابع والثلاثين اللي بطولة الجمهورية للنشئين موليد الفين واحد يا دي أحمد سيد عبد النبي لعب موليد الفين واثنين في الندرالي أصغر لعب في أرض الملعب يلعبها طويلة طولة الأمامية عند حسام لكن يرد عتمان قررة تانية يا أحمد سيد عبد النبي يلعبها طويلة لمه مرة تانية يا عمر رز عمر رز المهارة موجودة واحد على واحد يلم واحد على واحد يعد العب عرضية عدت عربي عربي صوب هيمر أليه حاكم اللقاء ركل حرة للندرالي ركل حرة من مكان أكثر من روح التدخل مع عربي بدر شوف التحرك الجميل من عربي بدر وشوف تلعبت من الولد عمر رز ايه بالماز آدي عربي بدر واع عربي بدر ولكن حاكم اللقاء حسبها سبها ايه ده حسبها السيميوليشن على النادرالي آدي التدخل مع عربي آدي التدخل مع عربي حسبها حاكم اللقاء السيميوليشن على النادرالي آدي التدخل مع عربي كابتن صبري شاستين نعقب على قرارات قرارات تحكيم معانا الكابتن أيمن دي جيش في الستوديو ملعب الأشبال مع الكابتن أسامة حسني يكلم على كل الألعاب والقرارات وحارس مارمى نادي الزمالك الحارس السيد محمد نتمنى له كل السلامة كل اللي يهمنا في المقام الأول وسلامة اللعبين يعني لو هستعرض مع حضراتكم وبالما يقوم السيد محمد بطولات قطعات النشئين هذا الموسم بطولة موليد 97 فريق الشباب الاهلي خلاص باقترب من حصد اللقب في احتل المركز الأول بفارق عشر نقاط عن فريق مصر المقاصة نادي الزمالك بيأتي في المركز العشر بطولة موليد 99 الإسماعيلي بنسبة كبيرة يقترب من البطولة في منافسة بفارق سبع نقاط عن النادي الآلي بطولة 2001 خلاص النادي الآلي طوج بطلا للبطولة بطولة 2000 النادي الآلي طوج بالأمس بطلا بعد الفوز على فريق المصري القائري بعدفين مقابل بطولة 2002 خلاص المنافسة ما بين فريق المقاولون العرب وإمبي 2003 بتتجه بصورة كبيرة نحو نادي إمبي اللي بيقوده الكابتن سيد غريب أحد أبناء النادي الآلي طولة 2004 لسه البطولة لم تقام مرحلة السوبر طولة 2005 الصراع ما بين الأهلي وإمبي ده شكل بطولات النشئين هذا الموسم طبعا النادي الآلي بيتسيد الغالبية العظمى لكافة البطولات يبقى من هنا لازم توجه التحية والإشادة لقائد منظومة قطاع النشئين بالنادي الآلي الكابتن فتح مبروك رئيس قطاع النشئين بالنادي الآلي كابتن هشام حنفي كابتن إكرامي منظومة قطاع النشئين كابتن جمال السيد كابتن تامر حفني تجانا ناس وكتيبة ومنظومة قطاع النشئين بالنادي الآلي تلعبت اتعليت جاي من التسلل حسام أشرف بالفعل راية وصفارة وركلة حرة لصالح النادي الأهلي آدي محمد فاروق المساعد الثاني في هذا اللقاء عربي يرجع ويسلم أحمد سيد عبد النبي الضغط عليه مرة تانية أحمد سيد عمر رز عمر الضغط على عمر لخارج الملعب رامية التماس كل الألعاب كل التفاصيل هنشوفها طبعا والقرارات سواء بنشوفها في أرض الملعب مع مخرج اللقاء محمد بايومي أو في ملعب الأشبال وهنشوف بعض القرارات والألعاب مع كابتن أسامة حسني صحبة المخرج المطالق محمد داكروري آدي الكابتن أحمد سراج يلعب مرة تانية عمد اللعب عبد الرحمن والتقدم للنادي الزمالك بهدفين مقابل للاشيئ هيلعب أراكل حرة نادي الزمالك اللعب حاتم محمد صحب القميص رقم 13 واتنين لاشيئ للنادي الآلي حاتم راكل حرة لنادي الزمالك بيوقف اللعب النادي الآلي يوقفهم عاصم سليم تلعبت اتعلقت عاصم يطلع عاصم يمسك كورته ما شاء الله يا عاصم يمسك كورته عاصم سليم ياخد منها أراكل حرة عمل للتعطيل اللعب نادي الزمالك يا عاصم واحد من الحراس اللي بقول لحضراتكم بيراعم عليها قطاع النشئين في النادي الآلي يعني تكلم على حراسة مرمى قطاع النشئين في النادي الآلي تكلم على مصطفى شبير تكلم على مصطفى شبير وإحمد طارق سليمان رمضان أبو حطب محمد طارق حمز علاء وعاصم سليم عندنا اتنين حراس مميزين معارين لفريق الجونة عمر ردوان والجمهورة شبين محمد عصام الغندور نقول لجمهير الندرالي ومحب وعشاق الندرالي اتطمنوا مستقبل حراسة مرمى الندرالي والمنتخب المصري في أمان جميع حراس منتخبات النشئين من الندرالي تلعبت في التجاه عربي بدر عربي عربي عايز يعد عايز يمر عايز يفوت يا ولد عربي يرجع ويسلم معطوع مرة تانية أحمد نبيل كوكا كوكا غير ملعب المحمد أشرف المهاشرف عايز يلم ياخد على الواسع أشرف يعني زي ما بقول لحضراتكم حارس مرمى منتخب النشئين من الندرالي حمز علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي عمر ردوان من الندرالي واللي احتياطي مصطفى شبير من الندرالي قادي شادي ردوان الفراري استلم شادي شادي استني حد يقرب له شادي محمد ياسر الأم حكم اللقاء حسام أشرف محطة وجمية قوية للنادي الزمالك السلام يا أحمد السيد عبد النبي عارب بد سهل وبسيطة سهل وبسيطة وجميلة عد عمر رز ياخد منها رمية التماس رمية التماس للنادرالي منعطف الأخير من أحداث عمر شوط اللقاء الأول اثنين اللاشيء للنادرالي أحمد السيد عبد النبي عمر رز عدى ومر عمر رز عدى عمر عمر لكن لخارج الملعب ياخد منها رمية التماس النادرالي هادي التعليمات من الكابتن أحمد سراج رمية التماس اللي صالح النادرالي اللي رايح أحمد سيد عبد النبي دور على عمر رز يسند على عمر عمر مرة تانية عمر لأحمد سيد أحمد سيد ياخد منها راكلة ركنية أحمد سيد يلعبها حمد ياسر يضغط الضغط مرة تانية من لعب النادرالي عمر رز مرة تانية لم العب حاتم الضغط عليه لكن يلم يا ولد عرب بدر مرة تانية يا ولد احمد سيد عبد النبي رمي التماث لكن احتسبها عدم ياسر 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 لكن اتضغط عليه عمر رز ولكن احتسب حاكم اللقاء ركل حر على الندي لله عامد ياسر عايز اسرع من كده ياسر تسب حاكم اللقاء رقل حرة على النادي الآلي لصالح السيد محمد ودي رايح الجاز الفني لنادي الزمالك طارد على المساعد الاول اسامة السيد من كابتن صابر ابراهيم يعني تميز بالصرامة صابر ابراهيم بقول لحضراتكم حاكم بيتميز بالصرامة مش هيتهاون سواء مع الاهلي او مع الزمالك رجع مرة تانية هل في قرار هل في قرار اهد الكابتن صابر ابراهيم هيلعب السيد محمد بنلعب في 38 دي يلعبها طويلة طلالة امامية قعد معانا من اللجنة الفنية المنطيط القاهرة كابتن نافع يرجع مرة تانية ياسين يلعب لعب الرحمن يلعب ويعلى عند حسام اشرف لكن عتمان النهاردة نهاردة عتمان على فكرة يا جماعة ده لعب خط وسط يجيد اللابي في خط وسط المدافع والمواجم النهاردة احمد سراج بوظفه ققال بدفاع يرجع مرة تانية أسامة فيصل عايزي عدي عايزي مر عايزي فوت العبها العرضية فين العرضية يلعب مرة تانية تلعبت عرضية تعليت هاني أمر واحد من هداف الندرالي هذا الموسم هاني وهذه التصويبة استضمت خارج الملعب راكلة ركنية لنادي الزمالي راكلة ركنية هدي عاصم سليم عتمان كابتن فريق الندرالي تولى شارط القيادة واحد من أقدم اللعبين أول اللعبين اللي اتجمع عليهم فريق الالفين وواحد في الندرالي كان اللعب عتمان وأحمد أشرف ومحمد مغربي ونضم ليهم شادي ردوان وأحمد نبيل كوكا هيلعب راكلة ركنية نادي الزمالي راكلة ركنية اللعبة تتعلق على القائم الأول عاصم سليم عاصم ما شاء الله يا عاصم يعني عاصم سليم واخد نفس ستايل شريف إكرامي ما شاء الله عاصم طالع وماسك كورتو واحد من الحراس المميزين يكون امتداد الحراس اللي مرمى العزام على تاريخ اللي مروا على تاريخ النادي الآلي صفى كامل منصور كابتن عدل هيكل رحمة الله عليه كابتن عبد الجليل حميدة كابتن إكرامي الكابتن سابت البطل كابتن شبير ونجوم العزام اللي مرت على مرمى وحراسة مرمى النادي الآلي أخيرا ومؤخرا طبعا وعصام الحضري كابتن والحراس شريف إكرامي ومحمد الشناوي يلعب مرة تانية حباد الفيل عربي عزي العبها لحمد سيد عبد النبي لكن ما طوع عربي مرة تانية يضغط عربي عربي يرجع لعاصم عاصم من مرة واحدة عاصم لكن يوقف كورته ويلعب مع يوسف عتمان يبدأ عتمان يسلم لمحمد أشرف أشرف حمد الفيل حمد يزول لحضراتكم حمد الفيل قادم للنادي الآلي أكاديمية أتلتكم مدريد لعب حمد الفيل لعب ترامية التماس سريعا افتجاء أسامة فصل أسامة ومعها عتمان أسامة ومعها عتمان حسامة أشرف عايز يفتح الزاوية للتصويب حسام قال له أمه فاشأي حاجة حاكم اللقاء أشرف واحد من أفضل اللعبين في شوط اللقاء الأول راك لحرة للنادي الآلي تسب حاكم اللقاء راك لحرة أربعين دية من أحداث عمر شوط اللقاء الأول الأهل يتقدم على الزمالك بدا فين مقابل لا شيء يبدو مرة تانية حماد الفيل حماد إلعابها لعمر ريز روح يا عمر 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 عايز إلعابها لحمد الفيل لكن ما ربطش معاه ما ربطش معاه يضغط مرة تانية حماد وادي حاكم اللقاء قال له أمه حماد ما فاشأي حاجة وهي حماد الفيل نتمنى نشوفه مرة تانية بعض القرارات يعني إن شاء الله النهاردة هيشوف مساحة كبيرة لالكابتن أيمن دي جيش النهاردة الشغل كتير النهاردة هذه الكرة و هذه اللعبة الأخيرة فاش أي حاجة حمادة محمد أشرف يلعب للفراري شادي حمد أشرف ركل حرة للنادلال أفضل لعبي النادلالي في شوط اللقاء الأول محمد أشرف و هذه انذار انذار للعب نادي الزمالك أعتقد اللعب أحمد عيد بالفعل أحمد عيد ده صاحب القميص رقم 4 انذار انذار للعب أحمد عيد واقع محمد أشرف نتمنى له كل السلامة نزله طبيب الفريق دكتور محمد عبد الحكيم كل السلامة لمحمد أشرف أحد أهم من اللعبين في النادلالي مفتاح لعب أهم للنادلالي قادي رقلة الجزاء اللي تم احتسبها للنادلالي وأحرص منها محمد أشرف الهدف الثاني للنادلالي محمد أشرف هذه هدفين للنادلالي محمد أشرف واللعب محمد ياسر وضع الأهلي في المقدمة رفع النادلالي نصيده من الأهداف حتى الآن في البطولة للهدف رقم 86 زي ما قلت لحضراتكم وأقوى خط هجوم في البطولة 86 هدف لفريق النادلالي قام محمد أشرف محمد أشرف مرة تانية هيجيله عربي يضغط عربي عمر رز عمر عمر خدها على الواسع يا ولد عمر عمر رز لم مرة تانية يا ولد عمر رز العابة عمر لمحمد ياسر يا ولد عداها مشاها حماد الفيل هيصوب العابة عرضية لكن اصطدمت خارج الملعب عدت مرة فاتت ركلة ركنية لصالح النادي الأهلي رايح حماد الفيل قادي تجانا الكرة المصرية الكابتن تامر حفني عن ركنية رايح محمد أشرف حماد الفيل يلحق حماد الفيل بعض الارتباك في خطة فاع نادي الزمالك خطورة النادلالي تكمن في القراط العرضية والقراط الثبتة هلأ ينهي النادلالي شوط اللقاء الأول بالهدف الثالث حماد أشرف والركنية هاني عمر ومحمد ياسر اتلعبت عدت على القائم الأول لكن لخارج الملعب من الجانب الهيسر رامية التماس هيروح يلعب رامية التماس اللعب محمد أشرف رامية التماس لصالح النادي الأهلي شوط أول لاب يلفز أنفاسه الأخيرة الأهل يتقدم على الزمالك اتنين اللاشيء طولة الجمهورية للنشئين موليد 2001 دفعي النذلالي محمد ياسر ودي شادي رضوان هيلعب محمد أشرف لشادي شادي حكم اللقاء أشار برامية التماس لعبة طويلة حسام أشرف محطة هجومية قوية لنادي الزمالك عتمان يا ولدي عتمان حط جسمه كويس لو عدت لعمر رز عمر رز سابع عمر يا ولد عمر سابع بزكاء للفيل يا ولد يا فيل يلعبها لعمر رز عمر عمر رز عمل جبهة قوية للنذلالي عمر رز يا ولد المهورة موجودة يلعبها بعرض الملعب كوكة لمحمد أشرف يا الله أشرف أشرف يشيلها لمحمد ياسر سند لنفسه حط يا رجل جول مش ممكن جول مش ممكن غريبة عجيبة غريبة وعجيبة محمد ياسر القادم من شيربيه محمد أشرف أصبط الرجل يلعب العرضية لكن يطلع ويمسل كورته الحارس السيد محمد خطيرة النذلالي خطورة النذلالي يلا يا رجل حطي عتمان لكن فين 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 اللي خارج الملعب ركلة المرمى غارات جوية من النذلالي دوريات استطلاع يرسلها لعب النذلالي على فترات بتحقق المراب من الوصول لمرمى الحارس السيد محمد قادي وحدة والتانية محمد ياسر أحد رواض الفضاء في كرة القدم الأهلوية يعود من جديد الاكتشاف زوايا الحارس السيد محمد تلعبت من محمد أشرف يا جماعة بصوا على الكرة تلعبت من الولاب محمد أشرف إزاي بقول للحضراتكم ما يكون وأحد اللاعبين قريبا في الفريق الأول للنادلالي الوريف الشرعي للجبهة اليسر للنادلالي قادي محمد أشرف السلام يا محمد أشرف سند لنفسه وعدة لعبها عرضية ما فيش أحلى ولا أجمل من كده زمان قادي اللاعب محمد أشرف يكون امتداد لعلي معلول الجبهة اليسر يعني فترة الأخيرة هي مفتاح لعب أهم للنادلالي علول وعلي معلول ملك كل الحلول في الفريق الأول ومحمد أشرف مع فريق الألفين واحد للنادلالي يبدو مرة تانية أحمد سيد عبد النبي عمر رئيس إيضات إيضات عمر مأطوع مرة تانية خارج المال عبر رمية التماس خلاص شط أول الثواني الأخيرة من شوط اللقاء الأول شوف حاكم اللقاء احتسب كم ديها وقت محتسب بدل من ضع عن أحداث عمر شوط اللقاء الأول حسام أشرف العابة عايزيق في التمرير لكن اتقطعت المرتدة السريعة للنادلالي الفيل لو لمس الفيل السند لنفسه قال لهم حاكم اللقاء بنلعب في الديقة التانية من الوقت بدل من ضاع عن أحداث عمر شوط اللقاء الأول اتنين لشيء للنادلالي اتنين النادلالي قادي أحمد سراج المدير الفني للنادلالي هيلعب أحمد عيد يرجع مرة تانية محمد أشرف يطول ويعلق وسامة فيصل الارتداد من اللعب النادلالي عايزي عدي عبد الرحمن الضغط عليه المرتدة السريعة للنادلالي يلا راجل حماد الفيل يبقى حماده حماده حماد الفيل العب أبوش رجل عدت مرت الفراري الفراري ركل الجزاء للنادلالي الفراري الفراري شادي ردوان وركلة الجزاء انطلق ومر وفات الفراري بيتدولوا الكرة ولا المين حماده الفيل ركلة الجزاء مين يا كابتن سراج هنشوف مين على ركلة الجزاء في النادلالي هدفين للنادلالي والاهلي يقترب من بمشيئة الله من هدف ثالث هل يتقرر بعد ركلة الجزاء نقول ايه اللي يتقرر هيلعب حماد الفيل ركلة الجزاء للنادلالي ومواجهة وادي الفراري ركلة الجزاء بدون ابنى تردد او اعتراض اتنين لشيء للنادلالي وحماد الفيل ركلة الجزاء للنادلالي ركلة الجزاء السيد محمد في مواجهة حماد الفيل حماد الفيل يلا يا فيل حماد الفيل الفيل جول 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 حطى هاله تاني في نفس المكان الهدف التالت للنادي الاهلي حماد الفيل جوه جول هدف تالت للنادي الاهلي اسأل من هنا الكابتين احمد بلال هل يتقرر سيناريو لقاء الستة واحد الاهلي والزمالك ستة واحد كان ينتهب الشوت الاول بسلاسة اهداف مقابل لاشئ هل يعيد ناشئ النادي الاهلي ذكرى 16 مايو 2002 تلاتة لاشئ للنادي الاهلي تلاتة النادي الاهلي سيطرة هيمنة من لعب النادي الاهلي على احداث شوت اللقاء الاول وثلاثة اهداف لابناء القلع الحمراء في شباك الزمالك ومعها يطلق صافرته حكم اللقاء ودي قبلة حماد الفيل والفراري واحمد نبيل كوكا تهائش شوت الاول من اللقاء بتقدم النادي الاهلي على نادي الزمالك بثلاثة اهداف مقابل لاشئ اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي كان هذا هو كل ما لدينا في شوط اللقاء الاول في انتظار ما سيكتب وسيكون في شوط اللقاء الثاني استراحة قصيرة ثم نعود لحضراتكم مع احداث الشوط الثاني تقبلوا تحياتي معلق مرياضي فاروق صلاح الثاني من قمة الناشئين الاهلي والزمالك ضمن فعليات الاسبوع الرابع والثلاثين لبطولة الجمهورية للناشئين موليد 2001 شوط اول اكتسب اللون الاحمر تسيده لعب النادي الاهلي تماما لعبا واداءا ونتيجة تهب تقدم النادي الاهلي بثلاثة اهداف مقابل لاشئ اهداف النادي الاهلي عن طريق اللعب محمد ياسر واللعب محمد اشرف وحمادة الفيل شوط الثاني يبقى على ايدنا اليمين اليمين النادي الاهلي على ايدنا الشمال النادي الزمالك النادي الاهلي النادي الزمالك دون اجراء اي تبديل لقاء يديره تحكميا صبر ابراهيم حكم اللقاء مساعد اول اسامة السيد والمساعد الثاني محمد فاروق يضغط مرة تانية النادي الاهلي سيطرة هيمنة من النادي الاهلي على احداث اللقاء منذ بداية صافرة شوط اللقاء الاول هنشوف الشوط اللقاء الثاني احمد ده سراج هيعمل ايه هيقول ايه اللعاب الندلالي بعد تحقيق تقدم بثلاثة اهداف لكن هقول لحضراتكم نقطة مهمة جدا احمد سراج من نوعية المدربين اللي ما يقولش انا جبت اتنين وثلاثة وهارجع ادافع او حافظ على الفوز لا احمد سراج واحد من المدربين اللي هتلاقيه دايما هيفكر في الهدف الرابع هيفكر في الخامس بيفكر دايما انه هيحقق اكبر عدد من الاهداف شوفوا تسمع صوته عايزة سيب حضراتكم مع الكابتن احمد سراج وهو واقف على مدار التسعين دقيقة في المنطقة الفنية واحد من المدربين اللي عايزة اقول لحضراتكم التربى من جدران الندلالي يعني شارب مية الندلالي مولود داخل الندلالي عارف يعني قيمة الندلالي مش هيفكر انه هو يدافع مش هيفكر انه يحافظ على الفوز مش هيفكر انه يتراجع لا بقول لحضراتكم كابتن احمد سراج في طريقه لتحقيق الفوز التامن لي على نادي الزمالك في اجمالي تحقيق الفوز السابع في اجمالي الثمان لقاءات زي ما قلنا في شوط اللقاء الاول احمد سراج المدير الفني للنادلالي التقى مع الزمالك هذه تلعبت العرضية يمسك السيد محمد احمد سراج التقى مع الزمالك في سبع اللقاءات فاز في ست لقاءات وتعادل في لقاء وحيد وها هو اللقاء الثامن أحمد سراج يقترب من تحقيق فوز جديد للنادرالي حمد ياسر يلعب لأحمد سيد عبد النبي نفس التشكيل اللي بدأ بين نادرالي عاصم سليم عتمان وهاني عمر أحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف نص الملعب عربي مدر وأحمد نبيل كوكا قدامهم حمد الفيل عمر رزق شادي ردوان ورأس الحربة محمد ياسر محمد ياسر أحدث الوجوه المنضمة للنادرالي من نادي شيربين في شهر يناير الماضي قادي قيمة النادرالي يا جماعة لعيب يعني لسه جاي بقاله شهرين تلاتة بياخد بطولة مع النادرالي لعيب على مدار تاريخ النادرالي اللي بيعد من جنب سوري النادرالي بياخد بطولة عد عمر رزق عمر الرابع عمر 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 يا ولد يا ولد العابة عمر لكن يتصدى الحارس السيد محمد عمر رزق مرة تانية مهمة الرابع مهمة الرابع وربعيات الخيام لكن يقطع مرة تانية نادي الزمالك ده اللي بقول لحضراتكم عليه محمد ياسر في أول شهرين لي مع النادرالي بياخد بطولة ده اللي بقول لحضراتكم في العيب بيجي لعب مباراة في النادرالي بياخد بطولة اللي بيمشي من جنب سور النادرالي بياخد تاج البطولة قرة تانية تلعبت عدت مرت يرد مرة تانية يمسك عاصم بكل ثقة الحارس عاصم سليم عاصم يرجع مرة تانية أحمد سيد عبد النبي يسلم لأحمد نبيل كوكا هاني عمر يوسف عتمان تحضير من النادلالي حلو التحضير والشغل للفن اللي عامله النادلالي يا جماعة حلو الشغل والأداء اللي عامله أحمد سراج وعملية الترحيل والارتداد عامل شغل فني أحمد سراج المدير الفني للنادلالي في هذا اللقاء يتلعب طويلة أدو عمر رز حاب يلمس للعب محمد داس يشوف التحضير وعملية نقل الهجمات والارتداد بتاع الطرفين وخلق المساحة والتدوير اللي بيعمله النادلالي لا يا جماعة شغل فني عامله الكابتن أحمد سراج في هذا اللقاء على الرغم من وجود غيابات على الرغم من وجود غيابات في صفوف النادلالي انضمام ثلاث لعبين لمعسكر المنتخب المصري موليد 2001 مع الكابتن ربيع ياسين عربي بدر وغياب اللعب عبدالوهاب علي للإصابة يلعب مرة تانية حماد الفيل حماد عربي بدر بريف هارت القلب الشجاع في منتصف ملعب الندلالي أحمد نبيل كوك يعني واخد نفس ستايل لازم قلت لحضراتكم عشور وكانتي يرجع مرة تانية حاتم يلعب حاتم الضغط مستمر من لعب الندلالي عايز الامه يعد يضغط عمر رزي السلام يا عمر لما عمر يلعب العربي بدر يلا عربي عربي يوز عربي يلعبها روح يا راجل شادي شادي طولت عدت مرت مش ممكن يا شادي أرد تانية لفي لكن يا ولد يا ولد من قلب المرمى من قلب المرمى يطلعها يطلعها اللاب حسامة عبد المجيد هنتشوف تبديل لنادي الزمالك صاحب القميص رقم 20 عبد الرحمن حمادة. ادي شادي طولت الاستلامة يا شادي. استلامة طولت من شادي. شادي ردوان قبل الاصابة شادي دي من اللمسة واحدة. ادي التمريرة ضرب خطط فقا نادي الزمالك بالكامل. شادي ردوان الاستلامة الاستلامة ما تفرق يا فراري. تلعبت مرة تانية. عند عمر رزق سبعة عدي. عمر وحاتم. عمر اخد منها رمي التماسق نادي الزمالك. يرجع مرة تانية حسام. يلعبها طويلة. احمد نبيل كوكا واسامة فيصل. حاولي يلم لكن احمد نبيل كوكا صدادة. صد قاطع الكرات في منتصف الملعب. يبدأ مرة تانية يا نادي الزمالك. لا احمد عيد. يلم اللعب. محمد. رضا محمد عبد الرازي. رضا. لكن الضغط علي من الفراري. شادي. شادي. عايز يلعب شادي لحمد الفيل. لكن محمد طارق مرد. يضغط مرة تانية. يلم محمد طارق. يضغط بكل قوة اللعب. حمد الفيل. تلعب الطويلة. احمد عيد. يلمس عيد. قرة تانية عبد الرحمن. حسام عبد المجيد. لازال التقدم للنادرالي بسلسة اداف مقابل لشيء اتقطعت لصالح النادرالي. يلا يا عمر. عمر رز. يشيلها جميل افتجاه. الفراري. شادي. حمد ياسر. واحدة والتانية. عايز لعبها مع شادي. لكن احمد عيد ارتدات سريع. ضغط رهيب من لعب الندرالي. دوريات استطلاع بيرسلها لعب الندرالي. للبحث عن زوايا الحارس السيد محمد. محمد اشرف. لكن الضغط عليه. رضا. رضا. عدا رضا. عدا رضا. رضا محمد اشرف. ماشي رضا. رضا. عايز يلم لكن يا ولد عمله بلوك ادفاعي. على طريق لعب الفولي بول والهند بول اللعب. محمد احمد نبيل الكوكا. اخد منا الندرالي رابي التمس. اتلعبت سريع. احمد عيد رد. مرة تانية. حمادة العربي. احمد نبيل كوكا. ايطة مرة تانية حاتم. حاتم. الضغط من النادرالي. اضغط يا راجل. ضغط لعب النادرالي. ضغط من النادرالي. حمادة الفيل. حمادة. يشيلها يا ولد يا ولد لو عدت. لكن حسام عبد المجيد. يشتت حسام. مرة تانية حسام اشرف. افضل لعبي نادي الزمالي. تعليمات من الجازي الفني للنادرالي. يرجع ويسلم كوكا. يوسف عتمان. هاني عمر. لمحمد اشرف. اشرف. العبها طويلة لو عدت. لكن يرد حسام عبد المجيد. ضغط رهيب من لعب النادرالي. اكتر ما يميز لعب النادرالي. ان النادرالي دايما بياخد الكرة التانية. لعب النادرالي دايما بياخد الكرة التانية. ده امر مد افضلية لصالح النادرالي. يلعب مرة تانية احمد سيد عبد النبي. عملية استخلاص الاجمة وبناء الاجمة بشكل صحيح. وسليم من لعب النادرالي. ده الشغل وعملية خلق المساحة. احمد سيد عبد النبي في الجانب الايمن. قمة المصغرة. قد تكون بمشيهة الله القمة. قمة القبار يوم تلاتين. ان شاء الله على نفس الصورة على نفس. وعلى غرار هذه القمة بمشيهة الله. هيلعب رامي التماس ودي تبديل النادي الزمالي. تقد يطلع اللعب يسين رقم ثلاثة. يطلع يسين السيد. هينزل عبد الرحمن. عبد الرحمن حمادة. هيلعب رامية التماس. لنادي الزمالي. تلعبت عند اللعب اسامة فيصل. اسامة. يضغط النادرالي استخلاص حمادة الفيل. يلعبها المرتدة السريع للنادرالي. نادي الزمالي بيضغط بطول الملعب. بالتالي بيدي الفرصة للنادرالي نعمل المرتدة السريع. حمادة الفيل اللقوم جدية شوية حمادة. يضغط كوكة. اكتر لعب استخلاص كرات في هذا اللقاء. يبدأ عمر ريس. عمر. ماشر محمد ياسر. طويل على محمد ياسر. 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 لمس. لكن يخد منها راكلة ركنية للنادرالي. راكلة ركنية للنادرالي. قمة الناشئين. التقدم للنادرالي بسلسة اداف مقابل لشيء. زي ما قلت لحضراتكم. اكبر فوز في مباريات الناشئين. واكبر انتصار في لقاءات قمة الناشئين كان فوز النادرالي. بنتيجة السابعة واحد. فريق اللي كان بيقوده الكابتن فاتحين صير موجود معنا في ملعب الاشبال. فريق تسعتاشر سنة. الكابتن الخطيب احرض في هذا اللقاء. هدفين. ايلعب. راكلة ركنية محمد اشرف. العابة على القائمة الاول. عدت. لكن التشتيت مرة تانية. التشتيت من نادي الزمالك. اللي خارج الملعب رامية التماس. قوم البودلاء الكابتن. احمد سرج. وادي عاربي بدر. انتداد والوريث الشرعي. لعشور وغالي. في منتصف ملعب النادرالي. عمر رز. عربي. يلعب ويعلق عرضية. لكن اللي خارج الملعب. خارج الملعب اركلة المرمى. زن بارك طبعا. ونهنق مجلس ادارة النادرالي. والنادرالي. بالفوز وفريق القرى الطائرة بالنادرالي. بعد الفوز بالعمس. على فريق كارتاج التونسي. بالبطولة الافروقية العاشرة. للعام الثاني على التوالي. عشر بطولات ما شاء الله للنادرالي. والبطولة الثانية على التوالي. كل نقول الف الف مبروك لمجلس ادارة النادرالي. كابتن محمود الخطيب. رئيس مجلس إدارة النادلالي سيد الوزير معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادلالي والسادة أعضاء مجلس إدارة النادلالي بالكامل أستاذ خالد الدرندالي خالد مرتجي مع حفظ الألقاب لهم جميعا وجميع أعضاء مجلس إدارة النادلالي وإعلاب محمد أشرف بارك أستاذ دكتورة الرامي علواني أيضا أستاذ الدكتور محمد أصراج الدين كابتن جوهر نبيل دكتور مهند مجدي أستاذ طارق أنديل الأستاذ إبراهيم الكفراوي وجميع أعضاء مجلس إدارة النادلالي بالكامل واع محمد أشرف أستاذ الكابتن فتح مبروك رئيس قطاع الناشئين النادلالي جواره العميد محمود حزين مدير أمن النادلالي كابتن فتح مبروك اللي بيقود منظوم القطاع الناشئين في النادلالي هذا الموسم النادلالي قبل انتهاء الموسم حقق بطولتين وقدر أنه يحسن بطولتين بطولة الألفين واحد وبطولة الألفين ويقترب من حزم بطولة سبعة وتسعين وبمشيط الله بطولة ألفين وخمسة حمد أشرف يقوم بالسلامة إن شاء الله أفضل اللعبين في هذا اللقاء أيضا يحسب لقطاع الناشئين بالنادلالي تشوف المنتخب الأولمبي موجود تسع لعبين في التشكيل الأخير للمنتخب الأولمبي هدي بروح رابير رجع لعب نادي الزمالك لصالح النادلالي يعني شايفين تسع لعبين من النادلالي في القوام لمنتخب الأولمبي بجانب اللعيبة اللي على مقاعد البودلاء فقارة بفرصة هنرجع نتكلم على هذا الأمر ونستفيد بي تلاقي لعبها أشهد ردوان لكن يرد حسام مرة تانية في نص الملعب التمرير عند عبد الرحمن حمادة لكن ارتداد قادل اللي بقول لحضراتكم عليه الكورة التانية دايما اللعب الندلالي بتفاقه دايما بيأخذوا الكورة التانية أحمد سيد عبد النبي يلم يا ولد على المهار أحمد سيد عبد النبي الزهير الايمن لفريق الالفين واثنين عمر رز المهارة موجودة عايز يعدي واحد على واحد عمر رز عمر هيلم عمر عد يلم مرة تانية عمر رز عمر عمر أحسام يرجع عمر يعلق ويلعب العرضية عند الفيل حمادة يلمس لكن سهلة للحارس سهلة للحارس سيد محمد يلعبها طويلة طولة الأمامية يرد عثمان مرة تانية عرب بدر يتطمن الكابتن السراج على اللعب محمد أشرف لسه لسه الكابتن أحمد شراء أحمد سراج تشوف الابتسامة بتاعته بعد الهدف الرابع والخمس قادي تدخل مع اللعب عمر رز واقع عمر وركل حرة وصفرت حكم اللقاء احتساب وركل حرة لصالح النادرالي لصالح اللعب عمر رز بقول لحضراتكم تسعى لعبين تواجدوا في اللقاء الأخير للمنتخب المصري الأولمبي أمام منتخب أمريكا تكلم على عمر رضوان محمد صبر الجزار وكريم ندفد وأكرم توفيق مصر ماهر ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي مصطفى شبير تلعبت مرة تانية أحمد سيد عبد النبي أحمد سيد عدة مر أحمد سيد لكن يلعب مرة تانية أحمد سيد تكلم على أحمد حمدي وناصر ومجموعة ورمضان صبحي مجموعة كبيرة من لعب النادرالي يضلط مرة تانية عند اللعب حمد الفيل محمد أشرف حمد أشرف لكن اللي خارج الملعب يخد منها رمي التماس دايما دايما على مدار التاريخ فترات توهج المنتخب المصري بتكون منبعثة من توهج النادرالي يلعب مرة تانية النادرالي تلعبت العرضية لكن سأل في إيد الحارس في إيد الحارس السيد محمد تلعبت الطويلة مأمن عبد الرحمن لكن هاني عمر يلعبها لخارج الملعب بنلعب في 15 دي يعني النادرالي يا جماعة بيقدم منتج يعني مجرد أن اللقاء على شاشة قناة النادرالي ده أمر مش سأل أنت بتحط اللعبين تحت ضغوط لعب خلاص بيتعود على أنه يلعب تحت ضغوط ضغوط الإعلام ضغوط الجميل كلها بتتبعه لقاء على الهواء مباشرة أكتر المستفيدين من هذا الأمر هو أكيد المنتخب المصري وأن اللعب ده لم يطلع درجة أولى منتج وصناعة بيقدمها النادرالي عبر شاشة قناة النادرالي شاشة التميز كل التحية للمسؤولين والقائمين على هذا الأمر طبعا لهم جميعا كل الشكر والتحية والتقدير على نشوف مباريات قطاع النشئين بالنادرالي على الهواء مباشرة أمر في غاية الأهمية بقول لحضراتكم النادرالي بيقدم منتج وهي قناة النادرالي بتحاول تكون أداة صناعة هذا المنتج إن لعب تعود على الضغوط تلعب الطويلة المرتدة السريعة 3 على 1 عمر عمر رز عدة عمر رز عمر 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 فين يا عمر لا يا عمر لا لا ملكش حق يا عمر لا يا عمر لا لا ملكش حق يا عمر مش ممكن يا عمر كان لعب بالعرض الشدي ردوان لكن لعبها ضعيفة جدا يضغط مرة تانية يا محمد أشرف حماد الفيل لا يا ولد يا حماد يا ولد يا ولد يا حماد لو تواجماله بن أقدام وحطهاله العب وهادي صافرة حاكم اللقاء صبر إبراهيم احتسابها ركل حرة اللمسة الجميلة والبديعة فين يا عمر فين يا عمر العبها مرتان يا عمر رز عربي بدر هذه اللعب عمر رز اختار الحل الفرد عمر رز يلعب مرة تانية عربي عربي يلعب ويعلى عربي سهل عند السيد يمسي الكورت وحرس المرمى السيد محمد الكورة التانية دور عليها تلقاها بين أقدام لعب الندلالي عمر رز يلعب مرة تانية هاني عمر ركل حرة على الندلالي تسبح حكم اللقاء على الندلالي يلعب مرة تانية أسامة فصل أسامة أسامة الضغط عليه أحمد نبيل كوك أكتر لاعب في أرض الملعب قطع كرات واستخلص كرات من لعب نادي الزمالك اللعب أحمد نبيل كوك غرة تانية خارج الملعب رامية التماس للندلالي زي ما كنت بكلم حضراتكم على فترات توهج المنتخب المصري على مدار التاريخ بتكون منبعثة من توهج النادلالي يعني بالبلد طول ما النادلالي كويس يعني السبع بطلات اللي حققهم منتخب المصري سنة سبعة وخمسين كان النادلالي هو بطل الدوري سنة تسعة وخمسين كان النادلالي هو بطل الدوري ستة وتمانين كان النادلالي بطل الدوري نسختين خمسة وتمانين ستة وتمانين وستة وتمانين سبعة وتمانين سنة تمانية وتسعين كان النادلالي بطل الدوري سبعة وتسعين وتمانية وتسعين وتمانية وتسعين في كاس العالم 90 البطولة لم تكتمل 2006 كان بطل الدوري النادي الاهلي 2008 كان بطل الدوري النادي الاهلي 2010 كان بطل الدوري النادي الاهلي حماد الفيل يصوب ويسدد 2018 كان أيضا بطل الدوري النادي الاهلي هل يكون 2019 عودة المتخب الفراعينة لمنصات التتويج الافريقية واقتناص البطولة يكون مواكب معها احتفاظ النادي الآلي بدرع الدوري هذا العام ده اللي هنشوفه والتاريخ بيقول كده احنا مش بنا مش هنزور ونزيف الحقيقة التاريخ بيقول كده بطولات منتخب مصر دايما بتقول كده هيلعب ركلة حرة نادي الزمالك السيد محمد يرجع حكم اللقاء الكابتن صبر إبراهيم قد المشهد واد الصورة تلعبت وتعلات وكان تسلل تلعبت سريعة حسام أشرف لكن يضغط محمد أشرف اختاروا نجم اللقاء الاول حتى الان من النادي الآلي مع لاب احمد نبيل كوكا وعربي بدر عبد الرحمن عدى عدى والله رضا يضغط مرة تانية النادي الزمالك تلعبت عند رضا لكن كوكا يلعب كوكا هيشتت كوكا يسند يا ولد كوكا ركلة حرة للنادي الآلي عينينا على أحمد نبيل كوكا القميص رقم 13 واحد من أفضل اللعبين في النادي الآلي كبديل آخر لنادي الزمالك هنشوف اللعب هل أعتقد اللعب أحمد عبد الرحيم عبد الرحيم لعب صاحب القميص رقم 11 هيكون ورقة بديلة قادمة لنادي الزمالك تلعبت طويلة عمر رز تلعبت طويلة طولة الأمامية يمسك كورتو الحارس هنشوف الكابتن حمد جمال بيفكر في تبديل لعب أحمد عبد الرحيم هيطلع اللعب أرضا هيطلع رضا محمد من اللعيبة المميزة في نادي الزمالك اللعب أحمد عبد الرحيم هاني عمر سابع لعاصم سليم بيرجعها حاكم اللقاء تتلعب من مكانها أحمد سيد عبد النبي يرجع ويسلم مرة تانية لها هاني عاصم سليم يلعب عاصم طويلة لكن ما قطوها عند اللعب عبد الرحمن هيطلع النادي الآلي أحمد نبيل كوكا كورة تانية الاستخلاص اللي بيعمله النادي الآلي حمد الفيل حمد العبل شادي صيّة العباء وراء اللعب خلف اللعب أشاد ردوان لكن سهلة مرة تانية ترجع لسيد يمسك كورتو حارس المرمى سيد محمد العبها طويلة حمد أشرف كورة تانية يا جماعة اللي بقول لحضراتكم عليها النادي الآلي واخد كورة تانية دايما باستمرار بياخدوا الكورة التانية أحمد نبيل حسام أشرف مش حسام حسام التمرير يلعبها عدت يلم يا ولد ركل الجزاء لنادي الزمالك ركلة جزاء لنادي الزمالك للعب أسامة فصل لم أسامة فصل واتعرض للعاقة وركلة الجزاء صحيحة فاش أبنى كلام بدون اعتراب من اللعب النادي الآلي ركلة جزاء لنادي الزمالك ركلة الجزاء ركلة جزاء لنادي الزمالك هيلعب هنشوف حسام أشرف ولا مين ركلة الجزاء وثلاثة النادلالي لشيء نادي الزمالك قادي اللعب أسامة فصل لم أتدخل معاه اللعب محمد أشرف واحتسب حاكم اللقاء صبر إبراهيم ركلة جزاء لنادي الزمالك مواجهة ما بين عاصم وحسام أشرف هل يتفوق عاصم سليم ويحافظ على نظافة شباكه أم لحسام أشرف رأي تاني المواجهة الثنائية ما بين عاصم سليم وحسام أشرف وركلة الجزاء نظرات التلقب والانتظار من عاصم سليم في مواجهة حسام أشرف لعب نادي الزمالك حسام وعاصم عاصم سليم وركلة الجزاء عاصم وحسام ركلة الجزاء وصفرة صبر إبراهيم عاصم وحسام جول 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 في نفس المكان في نفس المكان ونفس الزاوية اللي وضع فيها لعب النادي الآلي هدفه إنه بيحرز نادي الزمالك هدف أول عن طريق اللعب حسام أشرف واحد النادي الزمالك تلاتة النادي الآلي تلاتة واحد للنادي الآلي هيلعب محمد ياسر يرجع ويسلم لعرب ضربة البداية تقض هدف هيفوق لعب النادي الآلي أكتر تلاتة من أحمد سيد عبد النبي تلاتة سريعة لكن سهلا للحارس السيد محمد يلعب السيدة طويلة طولة الأمامية يرد عتمان مهاردة واحد من اللعيبة اللي أجادت في خطة فعى النادي الآلي رغم إنه بيلعب في مكان غير مكانه رامي التماس على صالح النادي الآلي هيلعب محمد أشرف تعليمات والتوجهات من الجاز الفني للنادي الآلي للعب النادي الآلي محمد أشرف يلعب رامية التماس شتت مرة تانية محمد طارق أسامة فيصل أسامة أحمد نبيل كوكا يضغط أسامة أسامة وأحمد نبيل تلعبت عند أحمد عيد أحمد عيد وعب الرحيم إيشو إيشو ميش إيشو إلعاب إيشو كان يضغط مرة تانية ده المبدأ تحت الفرصة تلعبت عند اللعب عبد الرحمن حماد وأهلها من النادي الآلي وأهلها من النادي الآلي هيوم إن شاء الله أو أمو محاكم اللقاء لكن أشار بالجهزة الطبي كل السلامة للعبي الفرقين نازل تور محمد عبد الحكيم في النادي الآلي تور خالد عبد الرسول في نادي الزمالك النهاردة على مقاعد بودلاء النادي الآلي محمد أشرف عمر علي عز أنور وحسام ياسين طاها محمود يوسف الشوى ومحمد سلامة تلت أهداف للنادي الآلي عن طريق اللعب محمد ياسر ومحمد أشرف وحماد الفيل وهدف لنادي الزمالك عن طريق اللعب حسام أشرف نلعب في 25 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني طبعا جماعة زي ما قلت لحضراتكم الجيل ده والفريق ده اضطرب على الانتصار الجيل ده يا جماعة موليد 2001 فتع عيني للدنيا شاف الأهلي كسبان 6-1 شاف وغنى شاف وغنى مع جماهير النادي الأهلي وشاف بلال وشاف تريكة شاف متعب شاف أسامة حسني شاف جمعة والنحاس وبرقات والشاطر وفلافي وجلبرت شاف الأهلي بيكسب 6-1 و4-2 و3-0 و3-1 شاف هدف تريكة في الصفاقسي 2006 شاف الأهلي في كاس العالم للأندية خمس مرات شاف الأهلي بيتوج ثالث العالم شاف نهائي 2007 فوز النادي الأهلي 4-3 وهدفين للأسامة حسني وشاف هدف تريكة ومتعب شاف أن فريقه فريق النادي بيكتسح الأخضر واليابس شاف أن فريقه في آخر 40 دربي بيكسب 25 دربي ويتعادل في 12 ويتغلب في 3 لقاءات رقم قياسي عالمي لم يتحقق على مستوى دربيات العالم مش غريب أن الفريق دوت يطلع عنده الدافع أنه يكسب بره وجوه يكسب في أي ملعب وفي أي مكان كابتن سيد بازوكا قالها بالبلد وبالعرب لعبة النادي الأهلي بيرضعوهم بطولات ده التاريخ وده القيمة اللي بنقول عليها دايما دايما على مدار التاريخ النادي الأهلي ركلة حرة هيلعب السيد محمد فجيل خلاص اتعود على الانتصار اتعود على روح البطولة شاف فريقه شاف نجومه شاف وتفرج واستمتع بأحمد بلاله سامحوسني والنجوم الموجودة معنا على مدار التاريخ النادي الأهلي اللي سجلوا الصفحات اللي مضيئة اللي في تسعتاشر سنة لعبوا سبعتاشر نهائي بطولة قرية في رقم قياسي لم يتحقق عالميا فريق الوحيد اللي في تسعتاشر سنة لعب نهائي تسعتاشر بطول سبعتاشر بطولة قرية هو النادي الأهلي في رقم قياسي عالمي للنادي الأهلي احرز منها تلاتاشر بطولة تلعب تطويل الطولة الأمامية يضغط مرة تانية النادلالي احمد نبيل كوكا كوكا يا ولد يا كوكا يرجع ويسلم حماد الفيل الفيل ماشي ماشي عدى مرفات الفيل حماد القميس يا ولد يا فيلك واحدة الجوة واحدة البرة اشار باستناف اللعب حاكم اللقاء صبر برايب محمد اشرف يا الله اشرف التمريرة شادي وقع لعب من النادلالي عمر رز وقع عمر رز نزله الجهاز الطبي للنادلالي ادي الكتن صبر برايب بيتكلم معه الجهاز الفني الاداري للنادلالي عمر رز لسواع بيتلقى العلاجة عمر رز وادي التدخل الاخير شوف اللعب عمر حجاج هيكون ورقة بديلة قادمة للنادلالي اللعب عمر حجاج جيل جماعة زي ما قلت لحضراتكم شيء طبيعي لما يلعب سبع لقاءاته ده اللقاء التامن لما يتلقى اي هزيمة في مدار سبع لقاءات ما بينه وما بين نادي الزمالك هذه اللعب احمد عيد وتدخل معه لها بالنادلالي عمر حجاج هيكون ورقة بديلة قادمة للنادلالي ادي الكابتن احمد سراج تكلم مع عمر رز طالب بجدية هيلعب حماد الفيل رمية التماس بروح رياضية هيرجعها حماد الفيل لنادي الزمالك رجعها بالفعل بروح رياضية ادي جانب من الحضور للموجود معنا هنا في ملعب النادلالي بمدينة نصر مدينة نصر يعني كل التحية مسؤولين والقائمين في الاتحاد المصري ومنطقة القائرة ان احنا رجعنا مرة تانية نشوف لقاءات الاهل والزمالك على ملعب كلا الفرقين يعني المبادرة خدتها منطقة القائرة الموسم الماضي لما اقامت بطولة القطاعات على ملعب والملعب الفرعي لاستاذ القائرة وهذا الموسم كمل المبادرة الاتحاد المصري لكرة القدم ان الفريتين كل فريق بيلعب لقاء على ملعبه وعادت من جديد نشوف النادلالي داخل نادي الزمالك ونادي الزمالك يبقى موجود داخل النادلالي جمهير الفرقين تعود من جديد مرة اخرى تفرجوا اتابع اللقاءات هنا في النادلالي او في نادي الزمالك محمد ياسر هيغادر ارض الملعب صاحب الهدف الاول اللي النادلالي هينزل اللاب عمر حجاج شوف التبديل اللي هيعمله الكابتن احمد سراج وتوظيف اللاب عمر حجاج هيلعب فين عمر قرج محمد ياسر ونزل عمر حجاج نتمنى نشوف جمهير تعود يعني لقاء القمة يوم تلاتين القادم كنا نتمنى ان احنا نشوف عدد اكبر من الجمهير ويكون بداية قبل استضافة كأس الامم الافريقية بمشيت الله اشار بركلة مرمة حاكم اللقاء وراية اسامة السيد ناخد منها بداية يعني ودعوة لنبذ التعصب ما بين الجميع يعود من جديد الجمهير للقاءات القمة ونستمتع باللقاءات القمة ما بين الاهل والزمالك زي ما قلت لحضراتكم في اخر اربعين دربي خمسة وعشرين انتصار للنادلالي اتناشر تعادل وثلاث انتصارات لنادي الزمالك ارة تانية يضغط عمر حجاج اللي خد الجناح لوجوم الايمن عمر حجاج عربي ايشو يبدأ ويسلم مع اللعب اسامة فيصل اسامة معاه هاني عمر لكن لخارج الملعب خارج الملعب رامية التماس اتلعبت سريع حاتم ايضغط علي عمر حجاج استخلاص من النادلالي خارج الملعب رامية التماس بنلعب في اتنين وثلاثين دي من احداث عمر شوط اللقاء الثاني تلاتة النادلالي واحد الزمالك عبد الرحمن حمادة يضغط الفيل وقع حمادة الفيل قرد تانية احمد عيد في الجانب الايمن لكن الضغط عليه من محمد عشر يرجع ويسلم احمد نبيل كوكا لخارج الملعب وقع حمادة الفيل نتمنى له كل السلامة اللعب حمادة الفيل تعليمات من الكابتن احمد سراج ودي حمادة الفيل تدخل من اللعب عبد الرحمن حمادة نازل الجهاز الطبي للنادلالي لللعب حمادة الفيل وسلسية للنادلالي في شباك نادي الزمالك احنا نلعب في تلاتة وتلاتين دي من احداث عمر شوط اللقاء الثاني قاعد اللعب احمد نبيل كوكا احمد نبيل كوكا لعب النادلالي تلقت علمات وتوجيات من الكابتن فتح مبروك رئيس قطاع الناشئين نابل النادلالي ناحية الفنية والحتة الفنية عمد الكابتن فتح مبروك دايما موجود قاعد مش مجرد انه يتابع اللقاء لا بيوجه دايما لعب النادلالي شوف خطأ او اي شيء في ارض الملعب بيتكلم وينوه عنده كابتن فتح مبروك كابتن فتح مبروك ايضا بيتكلم على لقاءات القمة قال لي ما اتغلبتش خير مرة واحدة امام نادي الزمالك بعض اللقاءات اللحقق فيها انتصارات يعني اعلى فوز كان خمسة اتنين الكابتن فتح مبروك خمسة اتنين على نادي الزمالك في الناشئين خمسة اتنين واربعة واحد هاي لعب عاصم سليم وسلسية للنادلالي عاصم هاي لعب عاصم سليم يلعبها طويلة طولة الامامية مرة تانية يلد حاتم عمر حجاج عايز يعدي لكن مضغوط عليه من حاتم خارج الملعب رأمي التماس لنادي الزمالك هاي دي رتم اللقاء في شوط اللقاء الثاني بعد الهدف اللحرازه نادي الزمالك يتلعب الطويلة عند عبد الرحمن حمادة يتلع ويمسك كورتو عاصم سليم عاصم يلعبها طويلة طولة الامامية يرد حسام عبد المجيد قرارة تانية اللعب حاتم يلعب مع حسامة فصل اللعب اللي بيصنع الشكل الفني لنادي الزمالك مع حسامة عشر ايه شو شو يلعبها طويلة مرة تانية عبد الرحمن حمادة احمد عيد وعمر رز حط جسمه عمر رز يخد منها استخلاص النادي ليل تلعبت سريع شادي شادي ومعاه حسامة عبد المجيد لسه زين استنى ونصبر شوية على شادي ردوان مرة تانية نص الملعب يضغط الفيل تلعبت طويلة طولة الأمامية عند الحارس عاصم مسليم يمسك كورتو عاصم ادي المشهد ودي الكورة ودي الصورة اللي فاتت حط جسمه يا ولد يا ولد نفاش اي حاجة لا بعمر رز اتلعبت طويلة طولة الأمامية لو طبت لو عدت اشادي يطلع حارس المرمى سيد يمسك كورتو تخلينا على اخر عشر دقايق في احداث عمر شوط اللقاء الثاني والاهل يتقدم ثلاثة واحد يرجع مرة تانية عربي بدر قصة والمعلم بتاع النادي ليل في مصر الملعب عربي بدر حمد أشرف يلعب لعربي بدر عربي يلعب عربي حسام أشرف يلعب حسام في اتجاه اللقاء عبد الرحمن حمادة لكن يضغط مرة تانية حمادة اللقاء أحمد نبيل كوك يا ولد يا كوك السلام يا كوك السلام عليك يا كوك أكتر لقاء في أرض الملعب استخلص كورات حمادة الفيل يلعبها لشادي ردوان شادي شادي راكل حرة لصالح الندرالي مع شادي ردوان راكل حرة لصالح الندرالي هنشوف تبديل للندرالي شوف مين اللي طالع هيطلع عمر رز هينزل محمد سلام أدى لقاء من أجمل اللقاءات اللعب عمر رز طالع عمر رز ونزل محمد ده سلام واحد من أفضل اللعبين في هذا اللقاء اللعب عمر رز عربي بدر يبدأ ويلعب مع أحمد نبيل كوك التحضير من الندرالي يلعب مرة تانية عمر حجاج عداها المين عمر هيلعب مرة تانية إيشو إيشو يسلم إيشو لحاتم يلعب مع أسامة فيصل أسامة حمد الفيل حمد يلعب الشادي ردوان الشادي تسلل على شادي ردوان راية محمد فاروق المساعد الثاني وصفرت صبر إبراهيم حاكم اللقاء ركل حرة غير مباشرة على الندرالي أهدي محمد فاروق مساعد الثاني في هذا اللقاء محمد طارق أحضر أكتر من فرصة لعب الندرالي في بداية أحداث صوت اللقاء الثاني يرد مرة تانية محمد أشرف العابة طويلة شادي ردوان خد مركز رأس الحربة في الندرالي بعد خروج اللعب محمد ياسر سلام حاتم عبد الرحمن لحاتم لإيشو إيشو يضغط حجاج ركل حرة على مناد الأهلي هيلعب حسام عبد المجيد هيلعب ركل حرة حسام عبد المجيد يلعب ويعلق طويلة طلالة أمامية يلمس أحمد نبيل كوكا صبادة الندرالي في نص الملعب أكتر اللعبين اللي استخلص جراط زي ما قلت لحضراتكم على مدار شوطي اللقاء رأمية التماس حاتم يضغط مرة تانية حماد الفيل عندي إيشو يموه إيشو حاتم يلعب لكن خارج الملعب رأمية التماس للندرالي كرة المرتدة السريعة للندرالي ممكن أنها تشكل خطورة للندرالي ويقدر الأهلي من خلالها زود عدد الأهداف في هذا اللقاء أحمد نبيل كوكا أول مسباص مطوع عد حسام 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 ومعاه يوسف عثمان يضغط محمد أشرف أشرف تقد راكل حرة لصالح الندرالي تدخل مع محمد أشرف من اللعب حسام أشرف يلعب راكل حرة الندرالي عادي المشهد ودي الصورة اللي فاتت ودي الجذب من اللعب حسام أشرف لمحمد أشرف اللعب الندرالي يلعب رامية التماس رامية التماس أحمد عيد لعبها طويلة حمد سلامة تدخل مع سلامة دل مبدأ تحت الفرصة الفيل حمادة الفيل الزلمس حمادة لشادي مرة تانية محمد طارق سلام حاتم حاتم عدة مرة فات حاتم الضغط عليه وتقفل عليه والمرتدة السريعة أحمد سيد عبد النبي عبد النبي يلعب مع عمر حجاج المرتدة السريعة عمر عمر حجاج يلعب الشادي شادي 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 لو لمس لكن تدخل ورايا وصفارة رايا وصفارة وتدخل مع حارس المرمى وشادي ردوان لكن ان شاء الله يوم بالسلامة كان في موقف تسلل شادي ردوان طمن على حارس مرمى نادي الزمالك استلم اللاب حاتم لم يشو عنده سامة يوسف عتمان واحد من نجوم هذا اللقاء من نادلالي يلعب في غير مركزه يلعب في 40 دية من أحداث ثمر شوط اللقاء الثاني ثلاثة واحد لصالح النادي الآلي يبقى أجمل احتفالية للنادي الآلي في ختام البطولة وختام المسابقة والتتويج بالبطولة فرحة تبقى مضعفة والمكسب مضعف فرحة الفوز بالبطولة وأيضاً الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك لعبة طويلة في اتجاه شادي عند الحارس السيد السيد يمسك كورته هنشوف يوسف الشوى عرق بديلة قادمة للنادي الآلي اللعب يوسف الشوى صاحب القميص رقم 18 حمد أشرف واحد من أفضل اللعبين في هذا اللقاء أحمد عيد الشوى طلع شادي ردوان هيطلع شادي ردوان وينزل اللعب يوسف الشوى في آخر ورقة بديلة للكابتن أحمد سراج حافظ على سجله خالي من الهزائم أمام نادي الزمالك أحمد سراج تلحضركم عليه لقاء الثامن هذا اللقاء من قبل لعب سبعة فاس في ستة وتعادل في لقاء وحيد أكثر مدربي قطاع النشئين في النادي الآلي تحقيقا للفوز على نادي الزمالك تلعب الطويلة يرد مرة تانية في اتجاه محمد سلامة سلامة وإحمد عيد حمد الفيل لكن ما أطوع أسامة فيصل يرد هاني عمر حمد أشرف هيشيلها من مرة واحدة يلعبها جميلة طويلة هالطوبة هتعدي هالطوبة هتعدي الشوى 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 لو ضغط حسام الشوى لكن يطلع ويمسي الكورتو الحارس السيد محمد هيبدأ سريعة يلعبها طويلة طولة الأمامية محمد أشرف الفيل يلمس يضغط مرة تانية محمد طارق العبها طويلة أحمد نبيل كوكا حاتم يطول عنده أسامة لكن يا ولد يا محمد أشرف تقد امتداد امتداد في مركز الزهير الآيصر قد يكون أحد اللاعبين زي مولت لحضراتكم هيكون إن شاء الله في الفريق الأول للنذرالي محمد أشرف وأشرف كل السلام قاد ملامح الجدية والصرامة ده مدير فن ده مدير فن يا جماعة كسبان ثلاثة واحد لكن شوف التركيز شوف التركيز والجدية اللي على وجه أحمد سراج المدير الفني للنذرالي هيلعب عاصم سليم بيلعب في تلاتة واربعين دي يلعبها طويلة طولة الأمامية رد مرة تانية حسيام عبد المجيد عبد الرحمن حسيام فيصل بأم من هناك أحمد سيد عبد النبي في الجبهة اليمنى للنذرالي قرب له عمر حجاج وصيارة يقطع إيشه قارة تانية أحمد سيد لكن راكلة حرة على الناذرالي راكلة حرة لنادي الزمالي هيلعب حاتم لو انتهى اللقاء بهذه النتيجة هيرفع الأهل رصيده من النقاط للنقطة رقم 78 وهتوقف رصيد نادي الزمالك عنده نقطة رقم 51 كون في المركز الثامن هيلعب حاتم يلعبها ويعلق طويلة يطلع عاصم بالبوكس من عاصم حمد الفير يرد عمر حجاج مرتدة سريعة للنادي الزمالي الشوى الشوى أصبطة شوى التمريرة فين يا راجل حسام عبد المجيد اتلعبت سريعة عند اللعب إيشو إيشو يعلقوا يلعب العرضية طالع عاصم بالبوكس يطلع مرة تانية عاصم لكن اتلعبت مرة تانية وادي جول جول لنادي الزمالك جول لنادي الزمالك هدف تاني لنادي الزمالك وقع لعب من نادي الزمالك نتمنى له كل السلامة طلع عاصم وهدف تاني لنادي الزمالك عن طريق لعب أسامة فيصل يعني خروج خاطئ من لعب وحارس مرمى النادرالي عاصم سليم نلعب في الدقيقة 45 هذه المشهد خروج خاطئ من عاصم وهذه التدخل مع حسام أشرف كل السلامة وهذه اللعب أسامة فيصل يضع هدف تاني وقع لعب نادي الزمالك حسام أشرف إن شاء الله يكون مفوش أي حاجة أم بالسلامة وهذه الهدف التاني لنادي الزمالك وقع لعب النادرالي وهذه تدخل مع تدخل ما بين عاصم وسلامة ولعب نادي الزمالك كان خروج غير موفق بالمرة من عاصم مسليم يا دي عاصم طلع وملمس عاصم كرة اللي قبليها ثلاثة النادرالي اتنين نادي الزمالك وحماد الفيل وقام حسام أشرف كل السلامة لحسام تشوف حاكم اللقاء سابر برايم هيحتسب وقت بدل ضائع أربع دقائق أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع عن أحداث عمر شوط اللقاء الثاني وثلاثة النادرالي اتنين نادي الزمالك عارب بدر يحاول يتكلم لعب النادرالي يركز لعب النادرالي في الدقائق اللي باية من أحداث وعمر اللقاء كل السلامة لحسام أشرف رجع نادي الزمالك في شوط اللقاء الثاني لزال واع لعب النادرالي لعب محمد السلامة كل السلامة لمحمد سلامة لعب النادرالي الكابتن أحمد سراج تكلم مع لعبي الأفراد الجاز الفنية للنادرالي للنادرالي محمد سلامة أم كل السلامة هيلعب ضربة البداية الشو هيلعب الشو خرج حسام والشو أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضع والكابتن صبري لسه ما بدعناش يرجع مرة تانية أحمد سيد عبد النبي تركيز في الدقائق الجاية من اللعب النادرالي يلمس عربي عربي مرة تانية لكن الطويلة يلض مرة تانية حمدي أسامة فيصل أسامة يضغط النادرالي واسطقلاص راكل حرى لنادي الزمالك تلعبت باستعجال من لعبي نادي الزمالك عند أحمد عيد أحمد عيد مع سلامة لكن يرجع مرة تانية لمحمد طارق تلعبت طويلة من طارق حسام أشرف حط جسمه عربي بدر عربي يلعب لسلامة سلامة لسه في الملعب ولكن لخارج الملعب رامية التماس اللي نادي الزمالك أحمد عيد بكل قوة واحد من أفضل لعبين أحمد عيد تبديل رامية التماس أشار بيا حاكم اللقاء تلعب من مكانة تغيير رامية التماس لصالح النادي الآلي وهذه الكابتن صبر إبراهيم أوجه الطارد الأحد أفراد الجهاز الفني والإداري أعتقد الكابتن محمود مغوري إداري نادي الزمالك أوجه الطارد لمحمود مغوري إداري نادي الزمالك هيلعب محمد أشرف كابتن أحمد عبد الرقوف هيلعب محمد أشرف رامية التماس يلعب لكن يلد أحمد عيد مرة تانية رامية التماس لنادي الآلي رامية التماس هذه أحمد عيد وادي الشوى أحضر أكتر من فرصة محققة إن دلالي في شوط اللقاء الثاني من البداية كانت تقتل اللقاء تماما وادي حاكم اللقاء قال لأم فاش أي حاجة ركلة المرمى لنادي الزمالك هيلعب السيد محمد السيد العبا طويلة طولة الأمامية محمد أشرف يلمس أشرف الشوى يضغط مرة تانية حاتم حاتم يضغط الشوى مرة تانية سلامة يلعب سلامة يضغط محمد أشرف يا ولد يا محمد يا أشرف السلام عليك يا محمد يا أشرف افضل لعبي النادلالي مع احمد نبيل وعربي يلا عربي يلا شوى شوى ينقل يا راجل ينقل يا عمر حجاج في الجنب لايمان عمر حجاج يلعب يا عمر استعجال من عمر حجاج تلعب الطويلة الطولة الامامية اشرف السلام على العقل السلام على التركيزة محمد يا اشرف ما شاء الله كوكا يلمس لكن اللي خارج الملعب رأم التماسق لصالح النادلالي ايلعب عربي ولا محمد اشرف واعلاعب بالنادلالي هيلعب بحامد اشرف نجم اللقاء الاول من جنب لعب النادلالي حامد اشرف يلعب لسلام لخارج الملعب رأمية التماس لنادي الزمالي احمد عيد يلعب لحسام حسام لحاتم في الجانب الايسر حاتم يعلق ويلعبها طويلة يرد محمد اشرف بكل قوة استنى طارق حمد الفيل اضط مرة تانية تلعب الطويلة للنادلالي روح يا شوة روح يا شوة لكن يسند حسام عند حاتم لخارج الملعب رأمية التماسق لصالح النادلالي رأمية التماس لصالح النادلالي هيلعب احمد سيد عبد النبي رأمية التماس يلعب الشوة الشوة مش الشوة سلم شوة صافر اثناء احداث الشوط الثاني واللقاء يطلقها صبر ابراهيم حاكم اللقاء بفوز النادلالي على نادي الزمالك بسلاسة اهداف مقابل هدفين احرز اهداف النادلالي لاب محمد ياسر حمد الفيل ومحمد اشرف بينما احرز هدفي نادي الزمالك اللاب اسامة فيصل مبروك لفريق النادلالي مبروك للجاز الفني مبروك للكابتن فتح مبروك وقطاع النشئين بالنادلالي تتويق فوز النادلالي ببطولة الجمهورية للنشئين موليد 2001 اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادلالي كان هذا هو كل ما لدينا في هذا اللقاء فوز النادلالي على الزمالك بسلاسة اهداف مقابل هدفين الان هننتقل لملعب الاشبال مع الكابتن وسامة حسني كابتن فتح نصيري كابتن محمد حشيش كابتن احمد بلال تقبلوا تحياتي معلوق مرياضي فاروق صلاح مع وعد بلقاء قادم بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته